السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال الحمد لله كلها عشر وخمستاشر يوم وأشفي تماما من متحور كورونا بفضل دعواتكم وفضل الناس اللي شملوني برعايتهم ودعولي وعملولي حاجات كتير جدا أنا ممنون ليكم 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 ألف مليون شكر وتحية وربنا يخلكم لي يا رب النهاردة أنا لازم أرد على الفيديو السابق لأن كان فيه ثلاث حاجات مش مفهومة خالص لازم أوضحها وحذكرها لكل متابعيني أنا ما عنديش حاجة أخجل منها وهقول ليه عشان اتهام حمدي بالهروب من مصر والهجرة والخروج وعلشان الضرايب والـ 24% هنوضح كل حاجة لكل الناس لأن ما عندناش أي حاجة نخجل منها الحمد لله أول حاجة الفيديوهات السابق اللي أنا كنت عامله بالأمس على نفس القناة كانوا بيقولوا أنت راجل ظالم إزاي تفصل الأولاد عن بعضهم يعني إزاي أبو الزياد يروح بعد مثلا ما حصل سوء الفهم بينه وبين أسرة الحاج جابر وياخد الولد والبنت الصغيرين رماس ويوسف ويسيب الاتنين الكبار ما هو السابق الأربعة هو الأفضل أنه هو ده لو خد ولد لو خد بنت يبقى دي بداية يعني المطر ذات نفسه أول الغيس قطرة فإذا كان هو على حد كلامه إمكانياته ضعيفة ومعهش فلوس وعليه مديونيات ومش قادر يحقق مكان وسع للأولاد مع أن كل الحاجات دي دي حاجة أنا باعتبرها واهية كان يجب أنه هو ياخد رماس وياخد يوسف ده أنا طبعا بقول ده اقتراح كان من عدل فتحي مش فرض أمر مني هو ليه كل الحاجة اللي هو عايز أخدها لكن أنا بحله وأنتم معترضين كان حيخد الطفلين لما يخد الطفلين الصغيرين سهل تشكلهم سواء خطهم مع أمه أو مع أخته بالغالب كانوا حيجبوا مع والدته وهو يسعى الحال سبيله ويرجح كل يوم مع أولاده من العصر ويزبط نفسه ويصور كمان معهم ويعمل معهم ويهزر معهم زي ما كانوا بيعملوا آدي حاجة وكانت يبقى القناة التانية حتى الأولاد التانية شغالة فيهم وهو كده على أن يكون زياد ونيرة بيروحوا لأبوهم كل 15 يوم يوم يومين يبلوا رئي أبوهم ويبقى فيه تواصل ده وكهات نظري إذا العيال أحبوا حيقولوا لجدهم حنقعد ثلاثة أيام إذا العيال ما حبوش حيروحوا الصبح ويرجعوا العشر أهو يوم برضو يزور أبوهم ويتغدوا مع أبوهم ويتعشوا مع أبوهم ويفطروا مع أبوهم ويهزروا مع أبوهم ويأخذوا بابا في حضنهم وهكذا هكذا يكون التواصل والله أقطع خالص إن حصل تطورات في العلاقات الاجتماعية وتزوج والدهم والعيال حصلت كيميا بينهم وبينها على بركة الله حيروحوا لأبو زياد لو حصل تنافر خلاص نخلي الولادين الصغيرين حيتشكلوا العيال بطبيعتها تبقى أصغر وحتى تقبل هذا الوقت ده العدي الفتحي كان يقصده مش بفرق بقى العيال ونظال مبادة هنا اتنين وهنا اتنين فيش تفرقة خالص ما بيبقى راجل في السعودية وبيكلم أولاده مثلا أو بياخد معاه شاب أو اتنين وبيسيب مثلا هنا في البلد في مصر يعني فدي موجودة ودي موجودة بالنسبة ليه الامبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس بما فيهم ان أبو زياد طلع وصخر من كلمتي دي ايوا دي انا الجملة اللي طلحها على هذه الامبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس ووصفها أبو زياد بالمستعمرة وكلمة مستعمرة هي مختصبة بييجي المحتل لما بييجي يحتل بلد زي مصر او زي فلسطين او زي اي مكان او زي العراق بيعمل ايه مستعمرات مستعمرات يعني مختصبات مختصبة قطعة من الارض بيبقى زي الكمباوند ومحاطة انا بيني وبين مستعمرة انجليزية انا وانا بكرلكم دلوقتي ستمائة متر مستعمرة من سنة الف تسعمائة واربعين موجودة الحدب النهاردة بمساكنها بتأميناتها بملاعبها بحمامات سباحيتها وما زالت موجودة الى الان ما علينا فكلمة الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس دي اسرة كانت بتنزل كل يوم تقريبا اصدارات بيشوفوا اكتر من 20 ل 40 مليون مواطن عربي في كل انحاء الدول العالم في فوكلاند في قريب من الارجنتين في بيونيس ايريس في مارد بلاتا في ريديو جانيرو انا في البرازيل شفتهم بيشوفوا حمد وفاة وحمد وفاة مش هتصدقوا بيتم في الكافيهات لبعض الجاليات المصريين بيسمعوهم الحاجات دي هو وبعض المشاهير غيره المهم في الهند بيشوفوه في الهيات المتحدة الامريكية في مصر فمصر التوقيت فيها الساعة كاب سبعة صباحا بيبقى التوقيت في الهيات المتحدة الامريكية الساعة 12 بالليل في اليابان فيبقى فيه نهار في مصر فيه ليل في اليابان وهكذا في الهند في استراليا فيبقى مع الاربعة وعشرين ساعة حمد مسموح في الشمس مش عادي الفتحي مش عادي الفتح اللي عنده قناة أو أي واحدة عندها قناة فخمستاشر مشاهدة ولا أربعتاشر مشاهدة سبعة تمانية عشرة من قريبها وثلاثة أربعة جرانها وقعدة تقول أنا ما عنديش مشاهدة ليه ومسك الحلل المطبقة والحلل اللي عليها هباب ومسك سلك الألبونيا وقعدة تحك وأنا بيبقى حاجة صعبة هموت وتعمل الحاجات دي وتقولك أنا ليه ما عنديش مشاهدة هو أنا هتفرجك على مطبخك إيه اللي عزبني مطبخ متر وربع في متر وانت مش راضي أتبيني جسمك ولا إيدك وكن المتابعين هيكلوكي ما نروح لصمر مطبخ صمر ولا نور شانل ولا روح لأي مكان حلاقي الإضاءة والمطبخ تمانية متر ونص في تسعة متر والأفران والتستر والدنيا إيه اللي خلاني هنا واخذ عناية وانت عمالة مدارية وكل ما ديك تبال تحطيلي أموشن عليها قال لك كده مرة ما حطتش أموشن لقيته الصوبع تخني كده والضفر ده في طينة أنا هوت حاجة فظيعة قلت الحمد لله الحمد لله اللي هي حط أموشن على أديها هي كانت بتشت الرز ولا بتحش برسيم ولا بتحش دريس ودخل على المطبخ وكمان عملا لأموشن الغرب فهمش عايز أطيل في هذه النقطة تعالوا بقى على حمدي لأنه هو الموضوع الرئيسي بتاعنا النهاردة حمدي موضوع حمدي يعتبر حمدي خرق حمدي عمل حمدي من أفضل الشباب مخ ولدر قائد يعني بيقدر يفرز الناس ودي جايز الكيميا اللي ما حصلش فيها اتفاق نهائيا بينه وبين أبو زياد وهم مع بعض حتى ببرج العرب ولكن كان حبه لأم زياد منقطع النظير حبه لأبوه منقطع النظير حبه لأخواته كلك منقطع النظير حبه لولاد أخواته كان منقطع النظير بس أنا راجل علشان شايف المشهد بعنايا أهلا يا أبو زياد إزايك يا أبو زياد أنا عارف الليدر بيبقى إيه يعني كنت تحس إن الكيميا مش وصلة عكس محمود محمود كان مع أبو زياد عشرة من عشرة محمد وحسن كان عشرة من عشرة الحج والحجة كان عشرة من عشرة ولكن حمدي بمعنى أصح ما كانوش هد من بعض ليه ما عرفش دي ناس أسرة وناس عينية فيمكن علشان الحاجات اللي طلعت دلوقتي كل شوية بنحملوها لهذا النصر الطائر الذي يحوم في الآن في الدولة الإمارات العربية اتهم إن هو هاجر وخد فلوسه وطلع بفلوسه وعشان خطر ما يدفعش للدولة الضرابلية ليه يا جماعة ليه أحرق شاب نافع شاب بليدر شاب قائد هو وزوجته بسم الله مشاء الله تبارك الله عليهم حمدي اشترى في الله تمليك وكان عليه أقصاد كبيرة جدا في برج العرب وكان حيتعصر فالراجل طور نفسه وساب الفلا وكان حيباحها كجدولة وراح في القاهرة عشان يفتح المطعم وشفته الحرب بلا هوادة ولا رحمة ولا شفقة عليه كل واحدة تقول يا رحة الأكل جاس والتانية تقول لك ايه الكارس المعفينة دي أنا جات للبواصير بواصير يا اما تقول لك ننزلك غدروف في ضهري لا لا احنا غلطنا احنا مش هناكل مش قادرين نقعد هناخد الأكل ونكمل في البيت يروحوا في البيت ايه ده المنبار أربع حبات رز ما طابوش ياهي عليك يا حمدي وعلى وفاة اخي مش ده اللي حصل والتانية تقول لك مش حمام ده وكلها مشاهدات 200 و150 مش حمام ده ده أصفير ايه ده وعيلة مش عارف ايه وكلام وتنمر وايهانة برغم ان حمدي كقول لده علشان ايه ان حمدي رفض ياخد الهدايا والدهب والألماظ والساعات والآيبادات والموبايلات وقال لك لا مش عايز حاجة اللي يجي يكتب فيه الدفتر انا جيت وانا هرد عليه هذا هو حمدي واجهة مشرفة لمصر علشان ايه منع التصوير افرض انا رايحة اتصور مع واحدة خطبها ولا حخطبها ولا بحبها تروحوا تفضحوني وتفضحوها وده برضه فيه مطعم حتتفتح خلال الـ 24 ساعة دي ومسامحين بالتصوير بقى هتصورو هتورو الناس حد يصور حد هو بيأكل انا بأكل ممكن وانا بأكل فيه حاجة تنزل على دقني علشان ابي على حاجة دي خصوصيات هتصورني تعمل نفسك بتصور زميلك وتخط الكاميرا عليها راجل قاعد مع ست والست دي ممكن يتجوزها ااا او فيه علاقة هتحب بينهم وبين بعض تصورها علشان يتفضحوا في المنطقة اللي هم فيها ويشيروها راجل ولد شاب بيحب بنتي كده وفي الجامعة ولا حاجة وعزمها ولا هي عزمته على غدوة جزين حمام تصوروهم ويتفضحوا على الفيس ويتشيرو فمنع الحاجات دي لان دي حاجات خصوصية ممنوع التصوير حصل اللي حصل فغلق المطعم واثناء الغلق ميت يوتيوبر يروحوا ايه زهن شوفوا اليفطة الامن مانع او احنا شمتانين ان هو بيغلق فالراجل اللي عمل ايه خد الجمل بما حمل وراح وقال رزقي ورزقي اولادي فراح هناك بسم الله ما شاء الله تطور اداء حمدي حمدي كان بيطلع اولا كان بيطلع ترند يعني اخر 372 مرة فقد الترند مرتين يعني طالع اخر 370 فيديو ترند بقاله سنة ونص مسيطر سيطرة كاملة كان في مصر بيجيب من مليون وستمائة الف لمليون وتسعمائة الف ده نسب وتناسب لما رح هناك الدعاية والاعلان حاجة باسم الله ما شاء الله وارقام ربنا يزد له ويبرك له زي وزي مو صلاح زي وزي وزي النني زي وزي اي لعبة زي زي ميسي زي رونالدو من حقه ان هو يبحث عن المكان مش اللي يهرف فيه اللي يقدروا مديان اكتر زي فيه لاعب ما هو رمضان صبحي ساب النادي الاهلي لان النادي الاهلي كان حيديله 25 مليون في السنة وراح بيرامدز عشان حياخد 35 مليون ما فيش حاجة اسمها احتراف ما فيش حاجة اسمه من نسب اكرامي او عشان خطر اكرامي الكبير ولا شريف اكرامي وشريف اكرامي رح رايح الاخر وساب النادي الاهلي فيه حاجة اسمها ان عمر حمد قديه في اليوتيوب ممكن يبقى سنتين ثلاثة اربعة ويعتزل اليوتيوب فلازم يأمن نفسه فاخد نفسه وراح وعلى فكرة ما راحش دبي ده راح كمان منطقة اسمها منطقة الشارقة على ما اعتقد وبدأ يطور نفسه بسم الله ما شاء الله حمد سيطر سيطرة كاملة النهاردة وارتفعت مشاهداته من مليون وستمائة الف لتلاتة مليون وتلاتة مليون ومتين وتلاتة مليون ونص واربعة وحتزيد اكتر واكتر وكل ده احنا نتمنى له كل الخير اما لهو هربان ولا عامل والدولة تاخد حقها وفوها بوسها وكلام من ده يبقى ما فيش داعي ان احنا نغتال هؤلاء الشباب اللي ظهر او بيمثله شيء جميل جدا 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 احنا بنتمنى الخير لكل الناس وانا تمنى المشكلة العائلية تتحل على خير ان شاء الله انا من بالامس نوات على موضوع ان شاء الله جواز عتريس من فؤادة باطل قولوا العتريس الجوازة باطلة باطلة ده حيبقى سلسلة ان شاء الله هعملها بيزن الله هتفهموها قوي ده طبعا فيلم شيء من الخوف عمله سروة ابازة والفيلم كان بطولة العظماء محمود مرسي وشادية وشادية كانت اسمها فؤادة يتمثل مصر وهي الام يعني ده على فكرة لما حتى عبر رحمان الابنودي تم استدعاءه سروة ابازة وتم التحقيق معهم امنيا هل انت تقصد محمود مرسي او عتريس هو رئيس جمال عبد الناصر وصلاح نظم ورشدي والمجموعة هل هم مراكز القوة نفوا وقال لك مش هتحاسبني على تفكيري او على ضميري ولكن كان واضح جدا ان برضو كان في ايحاء ان محمود مرسي بيعامل اهل المنطقة اللي هي الدهاشنة بمنطقة صعبة جدا وبدكتاتورية لدرجة انه امنع عنكم المياه في الهويس لو انتم شفتوا عملية الهويس اللي يضخ المياه وهنا منع المياه لما افل المياه عليهم هي معناها منع الحرية الى ان جاءت مصر مجسدها في دور شادية او فؤادة اللي هو القلب وجاءت فتحة الهويس تاني علشان تعدي المياه وكان لحن العظيم بتاع بريخ حمدي اي عيني 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 على الولاه والارض لو عد شانه نسقيها بدمانه كل التحية وكل الاحترام ان شاء الله هعمل لكم سلسلة من جول العتريس الجوازة باطلة جواز عتريس من فؤاد ده باطل 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 طبعا انا براهن هنا على زكاء وحنكة متابعي عاد الفتحي وانا ارى فيهم الزكاء اللي هما حيقدروا يفهموا ما بين السطور زي ما صروت ابازة والخيال عبد الرحمن الابنودي سنة 1969 موصلوا المصريين في فيلم شيء من الخوف وايضا فيلم الكارنك اللي طبعا تم منعه من دور العرض البطولة نور الشريف ومحمد صبحي وسعاد حسني وكمال الشناوي واللي ما شفش فيلم الكارنك يبقى ما شفش مصر كل التحية لمحبي ومتابعي عاد الفتحي في كل مكان حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته